السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طاحب الحمد أدري الثالثة على الدمبورية الحمد لله والأول على إسكندرية مدرسة صنف واللغاة إدارة دوبة عرب أنا شعبتي أدبي وخبر النتيجة كان بالنسبة لنا بصراحة صدمة كبيرة جدا لأننا لم نكن نتوقعين هذا أبداً ولا كنا نتخطط لأننا لم يكن خططنا أبداً أبداً الحمد لله هذا أفضل ربنا علينا وأشكر المدرسة وأشكر كل المدرسين الذين عملوا معي أونلاين وصدر وصدر كل مدرسة كنت أسمعها مرتين كنت أحاول أولم بألمهج بكل الطرق وفي نفس الوقت أنا لم أكن أضغط على نفسي ولكن لم أكن أقفل على نفسي وأعزل نفسي عن العالم أنا كنت بذاكر وأخذ فترات راحة في نفس يعني بعد وقت المذاكرة مباشرة بعد ساعة لربعة مذاكرة كنت أقفل عشر دقيق لأن كمان كان الجدول يعني مليان تول الأسبوع تول الأسبوع في دروس في مدرسة في مدرسة في مدرسة في مدرسة أو في عندي دروس محاضرات أونلاين أو في برايفت على حسب المدر ولكن الحمد لله الحمد لله بفضل المناخ تهيأني في المدرسة وفي البيت يعني الحمد لله يعني قدرت أني أوفق ما بين كل الحاجات دي و كنت ابنتي يجا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ابنتي عملت يعني شرط كويس جدا ما كانش الواحد من توقعه بس يعني كان فيه بشاير أن هي كان كل النتائب بتاليتها في السنتر اللي هي كان بتبقى فيها أشاهدات تأدير وإلى آخره كنا متوقعين إن هي تبقى يعني من الأوائل لكن ما تخيلناش إنها توصل للترتيب الجمهورية إحنا سعداء جدا بيها وفخورين بالنتيجة دية واتمنى لها حياة سعيدة إن شاء الله طبعا نقول لفرحة ألف نبوك وروف عليك يا فرحة أنت قدمت لنا السنات الحياة نموذة جميل قوي في طريقة تصميمك لخطة العام كله عملت خطة جميلة جدا وإحنا ساعدناك في بعض الحاجات وبعض النصح والإرشاد وأنت تقبلتها بطدر الرحب مشاكرة جدا لأن أنت كنت 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 قائمة المهام ومحددة أنت كل يوم هتخلصي إيه النهاردة وكنت صريحة مع نفسك وكان فيه حسن المسؤولية لأن أنا ما تمعانتي حاجة النهاردة أنا لازم وأخلصها وفكرة إن أنا أجزق اليوم لمهام أصغر وأصغر عشان يبقى العملية أسهل وأفضل وبالتالي أحقق الإجاز أفضل مرافو عليكي أقدمتي خطة عمل للنجاح وأفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر